في الماتيريال ساينس الجديدة بدأ فيه يظهر فيه تصنيفات كتير زي البوليميرز والسمارت ماتيرياز اللي أشهرها طبعا والنانواماتيرياز ومنهم ظهر السوبر كونداكتور ليه احنا بنحاول ان احنا نحسن الماتيريال ساينس ان طبعا كل العالم بيدور ان هو يشوف ايه انسب موارد يحصل منها على طاقة نظيفة وطاقة متجددة وباقل كوست طبعا وباقل يعني ما بزلش اي طاقة عالية عشان خاطر احصل على الانرجي اللي انا محتاجها السوبر كونداكتينج فنومنا هي ظاهرة بتمتاز بخاصيتين مهمتين رقم واحد حاجة اسمها الزيرو الكتريك ريزستيفتي بلو تي سي يعني ايه الكلام ده يعني في حاجة او خاصية خاصة بالمواد المواصلة اسمها المقاومة او اه في عالم كمان شوية حنشوفه وعمل ايه ان هما كانوا بيحاولوا علاقة ما بين المقاومة او بتاعت الماتيريال كعلاقة مع درجة الحرارة رقوا ان هو كل ما بنبرد المادة كل ما المقاومة بتاعتها بتقل ولكن في بعض المواد اظهرت غريب جدا ان هو تحت درجة حرارة معينة واطلقت عليها او بتبدأ قيمة المقاومة ان هي تقل لقيمة صغيرة جدا قريبة من الصفر هي ما بتوصلش للصفر لو وصلت للصفر ما بتبقاش ولكن هي بسبب ان هي قيمتها صغيرة جدا عشان كده بنطلق على المواد كلمة تمام وفي الحالة دي بنقول ان المادة تحولت من الحالة العادية او من للسوبر كونداكتينج دي اول خاصية بتمتاز بيها تاني خاصية اللي هي بنطلق عليها البيرفكت دايا ماجنتيزم او الميزنر ان المواد الموصلة العادية لما بنقصر عليها باي مجال مغناطيسي عالي فالمجال بيخترقها المواد السوبر لا مواد السوبر مجرد ما بيحصل لها سينسينج او بتشعر بوجود مجال مغناطيسي خارجي بينشأ داخلها او جوه منها مجال مغناطيسي داخلي بيعمل او بيطرد او بيعمل نفر للمجال الخارجي دوت عشان ما يخترقش المادة فتفضل زي ما نشايفين كده بتلف حوالين الماتيريال ولا تخترقها وحنشوف برضو ايه اللي بيحصل عشان خطر الموضوع ده يحصل في اللي جاي طبعا السوبر كونداكتنج ماتيريالز ديت ماتيريالز زي ما قلت من شوية هي بتنشأ لما بنعمل تبريد المادة تحت درجة حرارة معينة وبنطلق عليها السوبر كونداكتنج ترونزيشن تينبريتشر ولكن كانت المشكلة عند العلماء ان الظاهرة دي لما بتنشأ ايه اللي بيحصل جوه منها عشان يحصل التوصيل الفائق ده انا بقول المقاومة تقريبا بتنزل قرب الصفر وتبقى حاجة صغيرة جدا فبالتالي بيبقى التوصيل بتاع المادة عالي جدا معنى كده ان حركة الالكترونز اللي جوه اكيد بتمشي بترند غير الترند الطبيع اللي احنا متعودين عليه في الكونداكترز والاكتشف الموضوع ده عالم اسم كوبر وهو حط نظرية حتى الان هي مقبولة وهي اللي بتفسر الشبه بتفسر الظاهرة بتاعت السوبر كونداكتفتي انه هو قال ان الالكترونز بتتحرك مش فرادة يعني مش كل الالكترون بيتحرك الواحد ولا الالكترونز بتتحرك وعشان كده سميت بالايه بالكوبر نجيب الموضوع كده من البداية خالص اللي هو سبب ظهور او سبب اكتشاف السوبر كونداكتفتي او العالم اكتشف الموضوع ده كان هو العالم والكلام ده كان سنة الف وتسوائمائة وحداشر لما عمل الاختراع بتاعه قدر يوصل انه هو ينشئ جهاز الاسالة لغاز الهيليم هو كان اه عالم في ده هو اللي بيعمله اجهزة الاسالة للغازات فهو العالم ده اول ما قدر يخترع الجهاز اللي يعمل بيه عملية للهيليم قدر يستخدم بالسائل الهيليم ده اللي هو درجة حرارة وليلة جدا بتنزل لغاية اربع كيلب تقريبا يعني في حدود سالب متين واسبعين تقريبا اربس اه تحت صفر السليزياس قدر يستخدم الجهاز بتاع التبريد ده في انه هو يبرد مواد كتير موصلة للكهرباء عشان يشوف المقاومة بتاعتها بيحصل لها ايه مع التبريد زي المنحنة اللي احنا كنا رسمينه من شوية في السلايز اللي قبل كده اللي هو علاقة بين الريزيستيفتي والتيمبريتشير بعد منه في الف تسعمائة تلاتة وتلاتين اكتشف العالمين اوشنفيلد ومايزنر الخاصية التانية بتاعت السوبر كوندكتيفتي اللي هي بيطلق عليها الدياماديكي وفي الف تسعمائة ويحداشر اونز اكتشف خاصية السوبر كوندكتيفتي عن طريق دراسة العلاقة بتاعت مع الريزيستيفتي وفي الف تسعمائة تلاتة وتلاتين مايزنر واوشنفيلد اكتشفوا الدياماديكيزم بعد كده بدأ العلماء بعد ظهور ظهور السوبر كوندكتيفتي بدأ العلماء يحاول يفكروا ايه اللي بيحصل في الماتيريال عشان تتحول ويحصل لها ترانزيشن ده اصلاحنا عندنا في الفيزيكس في حاجة اسمها والفيس ترانزيشن واللي هو التحول الطوري ان المادة في العادة يعني اللي احنا نعرفه بيقول ان هي تحولت من الحالة الصلبة للسائلة للغازية ده اللي بنطلق عليه الفيس ترانزيشن اما اللي قدامي المادة حصل لها ترانزيشن ولكن ما تغيرش شكلها اتغير خصائصها الداخلية اللي هي بتاعتها فبالتالي ده بمنقولش عليه ترانزيشن يعني بنقول عليه يبقى بقى فيه نوعين ترانزيشن عندنا وده هو التحول للطبيعي اللي احنا عارفينه ما بين الحالة الغازية والسائلة والصلبة اما اللي ظاهر قدامنا ده نوع مختلف من الترانزيشن بنقول عليه هو ما بيتغيرش شكل المادة ولكن بيتخير خصائص في المادة اول اتنين حبوا يحطوا نظرية ونجحت في تفسير بعض الظواهر كان الاخين لندن حطوا بعض الظواهر للتفسير التأثر بتاع الماتيريال من حيث تأثير اي مجال كهرابي او مناطيسي عليها وبعد كده العالمية جايزنبرج ولنداو برضو حطوا النظرية للشهيرات بتاعتهم اللي فسرت جزء كبير من زواهر دي وسمية نسبة لأول حرف من اسم كل واحد فيهم بعد كده جاء العالم حط النظرية اللي فسرت نوع من انواع اللي هو بنطلق عليه هنعرف كمان شوية ايه هو هل ده على كده ان فيه كمان بعد كده اتقسمت المواد من حيث آخر نظرية اللي هي كانت سنة الف تسعمائة سبعة وخمسين وحتى الان تعتبر هي النظرية القائمة اللي بتفسر تسعين في المية من زواهر المواد المكتشفة واللي حطها تلات علماء اللي هما بردين وكوبر وشريفر كل واحد فيهم حط جزء فسر به زاهرة جواب السوبر وواضح جدا هو كوبر اللي هو الشخص اللي فرض الازواجية بتاعت حركة الاليوكترونيات مع بعض وسميت الزاهرة باسمه اللي هي الكوبر بير بعد نظرية البي اي سي دي ظهر طبعا العالم الشهير الاساس بداية ظهور التكنولوجي بتاعت السوبر كونداكتيفتي اللي هو برين ديفيد جوسيفسون واللي هو طبعا الظاهرة او التكنولوجي اللي بعد كده ظهرت بسببه اللي هي الجوسيفسون جونكشن وظهر منها كل الديبايسيس بعد كده انه هو حط الفكرة بتاعته انه هو يحاول يعمل ليرز من المواد المختلفة ويطعم او يحط من ضمن ليرز ديت لير من السوبر كونداكتيف بعد جوسيفسون في الف تسعمائة ستة وتمانين جاء عالمين تانيين برونز ومولر هما كمان حطوا تفسير ليه المواد جديدة من السوبر كونداكتيفتي ولكن ما كانتش بتعتمد على العناصر كانت بتعتمد على بنقول عليها مواد يعني هي بتبقى مركبات مكونة من كزا طبقة من كزا عنصر بحيث انهم يطلعوا ما نطلق عليه فلو حبينا نحط كده زي هستري للمواد السوبر كونداكتيفتي طبعا من الف تسعمائة واحداشر كان العالم هو اللي اكتشف الظاهرة بتاعت السوبر كونداكتيفتي وكان اكتشفها في عنصر اللي هو بعد كده بدأ اكتشفها في الرصاص ولكن كانت المشكلة في العناصر دي ان درجة الحرارة بتاعتها اللي بتخليها تتحول من الحالة الطبيعية للحالة السوبر كونداكتيفتي كانت قليلة جدا وطبعا زي ما قلت كان في ده الكلام ده بدأ اكتشافه لما قدر ان هو يختارع جهاز الاسالة الخاص بغاز الهيليوم كانت الدرجة الحرارة تقريبا في حدود اربعة واتنين من عشرة كيلفن بعد كده بدأ العلماء يكتشفوا آآ خاصية في بعض العناصر او بعض المركبات البسيطة المكونة من العنصرين لغاية لما مولر وبرانز هم اكتشفوا موضوع اللي هو اللي هو الاخير اللي انا اتكلمت عليه انه هو بيبقى مكون من كذا عنصر وبيتخلى للعنصر ده هو طبقة من النحاس اللي بتساعد على التوصيل في المواد السوبر كونداكتيفتي بعد منه ظهر المركبات اللي هي بيبقى فيها عناصر اتقل شوية زي والبيزمس وهكذا وكانت دي الصيحة العالية بتاعت السوبر كونداكتيفتي ان دول كانت بتظهر ظهرات السوبر كونداكتيفتي ولكن درجة الحرارة بتاعتهم كانت فوق النيتروجين المسال ومن هنا بدأ يظهر عندنا نوعية من السوبر كونداكتيفتي بنقول عليه اللي هو درجة تحوله بتبقى تحت السبعة وسبعين كيلون والهاي تنبريتشر السوبر كونداكتر اللي هي بتبقى درجة تحوله فوق السبعة وسبعين ودول بالنسبة لللي هما اللي فوق ارخص في التعامل معهم لان انا عشان احاولي السوبر كونداكتيفتي مش محتاج خير نيتروجين المسال والنيتروجين المسال رخيص جدا للحصول عليه اما العناصر الريتحت للأسف بتبقى مكلفة لان هي عشان اتعامل معها فانا محتاج انا اتعامل مع الهيليم المسال والحصول الهيليموزات ده وقت بتبقى عملية صعبة جدا والحفاظ عليه ان هو يفضل سائل العملية دي بتبقى طبعا اصعب ومكلفة. طيب ده فيديو بسيط يعني انا حاولت احط في بعض الفيديوهات اللي هتقرب الموضوع بتاع طبعا احنا قلنا لها خاصيتين خاصية وخاصية هنا في الفيديو ده بيبين ادي دي مادة وعملها عملية تبريد بالنيتروجين الموزيل الابيض ده ده كان محطوط فيه نيتروجين هو غطاسه فيه وطلحها اللي فوق ده واضح جدا ان في عملية اللي بنتق عليها عملية رفع او ان المغناطيس مطلع مجال غناطيس بيحاول يأثر على المادة السوبر ولكن المادة السوبر بتعمل مولدة مجال عكسي فبخليه الماجنط وكأنه طاير فوق المادة السوبر فده اللي بنطلق عليها الجديد في الموضوع ان هو مش لو خلقين بالكو ان الشخص بيحاول زوء الماجنط الماجنط سابق في مكانه معنى كده ان المادة السوبر مش بتكون فقط عشان خاطر تطرد الماجنط الخارجي لا دي بتنشئ عشان تطرد اي وبتعمله بتحبسه في حيز معين بتعمله اللي هي بعد كده فكرة بتاعت او حاجة في شكل او شكل فبالنسبة لي انا دلوقتي عمدت ايه هنا دلوقتي اه حبست الماجنط بتاعي دوت في بتاع المادة السوبر طيب ده بالنسبة للفيديو ده اه 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 عشان نفسر الظاهرة اللي حصلت من شوية دية الظاهرة بتاعت اللي هو بيبقى فيه مجال موناطيسي ناتج من المادة عشان تعمل لي وفي نفس الوقت المادة السوبر مش عملت بس عملت التفسير بتاع الظاهرة دي يتلوقع ان هو بيبقى فيه بتنشئ من المادة السوبر يعني باعتبار ان دي المادة السوبر وده الماجنط بتاعي اه المفروض ان هو بيبقى فيه بلانسنج بوينت بيكون فيها المادة السوبر والماجنت اللي اتنين سابتين مفيش اي موشن ما بينهم لكن لو انا حاولت ان انا اقرب الماجنت من المادة السوبر فحيحصل ان ينشأ فورس من المادة السوبر ان هو مش عايزة تبقى قريبة جدا منه لان المجال بتاعها حيقدر لعمل ديستروينج ديمادة السوبر فحينشأ زي ريبالشن فورس ان هو يرجحها توصل بتاعها او بتاعها لو هي بعدت عن مسافة معينة يعني ما تخطهاش عشان ما اخرجش من بتاع الفيلد بتاع المادة السوبر حينشأ بتخلي الماجنت يرجع بتاعه معنى اصح ان المادة السوبر عمل عبدت زي حبس للماجنت دوت مش هتسمح دي ان هو ولا يقرب منه لغاية معينة ولا حيبقى نعمل غاية معينة ويبدأ في اللاين ده بعد كده بعد ما خلصنا الجزئية بتاعت الماجنتيك فيلد هتكلم عن الجزئية اللي هي الظاهرة اللي بتشرح اللي بيخلي عملية بتاعت الالكتروز جوه المادة السوبر بتبقى سالسة وسهلة ما بيحصلش فيها عملية للانرجي وينشأ منها لو افترضت ان دي الكريستل بتاعتي وان الدواير الزرقة دي تمثل الزرات والنقاط الحمراء دي تمثل الالكترونات في الحالة الطبيعية بتاعت المادة الكوندكتور المفروض ان الاتوم دي بيحصل لها حاجة بنطلق عليها اسمها او الاهتزازات بتاعت الاتوم دي وبتكون اهتزازات في جميع الاتجاهات بسري دي تمام ولكن خلينا ابسط حاجة لو اعتبرناها اهتزازة افقية يمين وشماء الاهتزازات دي مع حركة الالكترونات اللي هي تمثل مرور الطيار المفروض الاهتزازات دي بتؤثر على الالكترونات وبتعمل لها حاجة اسمها تشتت فما بيبقاش الالكترون ماشي في خط مستقيم بشكل حر لا الاهتزازات دي بتأثر عليها وبتخلي الالكترون يتشتت ما يمشيش في الاتجاه بتاعه ممكن ينحرف يمين ينحرف شمال يطلع لفوق او يرتد على نفسه ديت او دوت بنسميه وهو المسبب لظهور المقاومة في اي بيمر فيها طيار احد المسببات لظهور في اللي بتمرر طيار ولكن في النظرية اللي فرضها قال ان في العادي الالكترون ده بيمشي بشكل فردي ولكن في بيمشي بشكل زوجي يعني اتنيات مع بعض ولكن ده اشارته سالب والالكترون اشارته سالب فازاي يمشوا مع بعض وهم الاتنين من نفس الاشارة المنطق بيقول ان هما يتنفروا بلكن اللي قاله كوبر قال ان هو اللي بيحسد كالقاتي ان الالكترون لما بيجي يتحرك وسط بيقدي ان الشحنة بتاعته بتعمل عملية تجازب ما بين زرتين على يمين وعلى شماله فبدل ما هو بيقرب من الاتومز لا دي الاتومز هي اللي بتقرب منه ولكن بما ان هو جسمه صغير جدا وسرعته عالية جدا فحيقدر بكل سهولة ان هو يسكيب من المنطقة دي ولكن تأثيره ان هو جذبش دول خلى ان المنطقة ديت فيها شحنة موجبة شحنة الموجبة دي حتكون كفيلة ان هي تجزب الالكترون التاني اللي وراه يعني بمعنى اصح ان الالكترون ده تسبب في وجود المنطقة ديت ببوستفتشارج والبوستفتشارج تسببت ان هي جذبت الالكترون فهو كان يقولي ان الالكترون ده جذب الالكترون اللي بعد منه ولكن بسبب التأثير او اللي عمله ان هو اظهر منطقة هنا في النص ما بينهم قدت الانجزاب الالكترون التاني وراه فلو الموضوع ده حصل طبعا الزرات دي مش هتفضل على حالها دي هتعود للحالة بتاعتها بعد زوال المؤثر الاساسي اللي هو الاولان بس وهي بترجح تكون جذبت الالكترون التاني اللي هو وراه لو الموضوع بدأ يتكرر هيبدأ بقى ان هو ده لما يتحرك هيشد الالكترون التاني هيشد الالكترون اللي هو شدته في البداية هو بقى هيولد اللي هتشد بعد منه الالكترون تاني وهكزا وتبدأ العملية تتكرر ودية النظرية حتى الان اللي هي تعتبر مقبولة في تفسير حركة الالكترون داخل الجوزيفسون طالرينج طبعا جوزيفسون ده كان العالم اللي اكتشف الموضوع بتاع الجوزيفسون طالرينج وكانت فكرته بسيطة جدا قال لك ان انا عايز اشوف لو انا جبت مادة سوبر ووصلتها بمادة سوبر تانية ولكن حطيت في النص مادة ما بينهم من نوع مخالف عن السوبر اه ممكن هو لما ابتدى استخدم مواد عزلة كهربائيا وبعد كده الناس بدأ اتطور وبتحط بدل ده ممكن بيحطوا كوندكتور عادي مادة موصلة عادية من نوع مختلف او ممكن بيحطوا مادة سوبر ومادة كوندكتور او مادة انسليتور وبعد منها مادة كوندكتور يعني بدأ الموضوع يتغير بس اللي اتحطت من ان هو استخدم مادة سوبر ومادتين سوبر وما بينهم مادة انسليتور وبدأ يدرس تأسير مرور الطيار وهو بينتقل من مادة السوبر للبلوكة التانية السوبر قال المفروض المادة انسليتور دي يا تارى هل هيحصل فيها من ونطلق عليه او اللي هو ان الطيار او الالكتورو النادي هتختارق المنطقة دي وتعمل فيها زي نفق او وتعبر المنطقة التانية ولا لا من نظرية الكوانتوم ميكانيكس اللي هي التانيلينج افكت لا فعلا اللي هو بيحصل تانيلينج وقيمة الطيار اللي بتعبر ديت بتحدد نوع اللي عنده سواء كان دي سي او اي سي لان طبعا الطيار اللي ماشي في المادة السوبر ديت لازم يكون لي قيمة معينة لو تعداها هيبقى عنده ما نطلق عليه اي سي اا جوسف سون تانيلينج افكت لو اقل من القيمة الكريتكال بيكون عنده دي سي تانيلينج افكت من شوية انا قلت كان في اهم حاجة ان المادة عشان تتحول لسوبر كونتكتف يكون عندي درجة الحرارة اقل من قيمة معينة وفي الطيار لازم يكون اقل من قيمة معينة عشان يكون عندي لو اعلم انها هيبدأ يظهر ما نطلق عليه فاي مادة سوبر بنيجي نشتغل بيها في ببقى محتاج ان انا اراعي مجموعة من ما تخطهاش عشان المادة بتاعتي ما يحصلهاش وتتحول من المادة السوبر الى المادة الى العادية بتاعتها طبعا دي جزء من البرامترز هي البرامترز كتير اهمهم طبعا دي او كسافة الطيار يعني معنى صح المادة بتاعتي بتتحمل طيار قد ايه لان اكتر منه بتتحول المادة من السوبر للنورمال ده حنشوفه لان ده عامل مهم جدا في التعامل مع اللي بتتأثر او محتاج فيها تحسير مجال المغناطيس الخارجي واللي بتتحمله اي وفيه حاجة اسمها ودي حنشوفه الخاص بالماتيريال عندي هنا بتعلق اي بقى اول برامتر طبعا واهم برامتر بنهتم بيه في اه الريسيرش وفي اللي هو لان في الاول في الاخر مواد هي مواد بتوصل طيار فانا الاهم عندي رقم واحد هي بتتحمل طيار قد ايه من غير ما تتحول من السوبر طبعا ده منحنة بيمثل علاقة وبين تلاتة برامتر مهمين اللي هو او كسافة اه الطيار الحرج اللي بتتحمله درجة الحرارة اللي بتتحول فيها الماتيريال بتاعتي من السوبر واقصى مجال مغناطيسي خارجي بتقدر تتحمله المادة من غير ما تتحول من السوبر للنورمال طبعا المنحنة هنا بالنسبة لي هو مش منحنة هو مفروض ان الماتيريال بتاعتي وانا بتكون القيمة بتاعت البرامتر دي تحت السوبر بتاع المنحنة عشان اكون ضامن ان هي تفضل السوبر يعني ما انا اصحى لو انا عايز اطبع فيها الطيار في وجود مجال عن درجة حرارة معينة يبقى هشوف هاخد البوينت دي انا عارف ان الجي سي هتبقى كام البي سي بتاعتي هتبقى كام التي سي بتاعتي هتبقى كام معنا كده ان لو هي بيحصل لها عن درجة حرارة معينة ممكن الدرجة دي تتغير بسبب مرور الطيار والمجال اه ان في علاقة طبعا في علاقات رياضية تحصلت في نظرية بتقول ان حتى لو انا عارف بتاعت الماتيريال ممكن قيمتها هيحصل لها وتتغير نتيجة مرور الطيار او نتيجة تأثير مجال اه مغناطيسي خارجي اه وديت من السوابات برضو المهمة خصوصا لما بعمل اه بالسوبر والديفايس ده حيستخدم لقياس مجالات مغناطيسية خارجية ان الماتيريال السوبر انا قلت من شوية ان هي لما بيتأثر عليها ده خارجي هي بتنشئ لداخلي عشان خاطر تعمل اللي هي هو اللي بيحصل عشان المادة السوبر تولد المجال المغناطيسي الداخلي لازم يحصل لها بالمجال المغناطيسي الخارجي فهو بيحصل لغاية معينة يعني المجال الخارجي بيخترق خشرة معينة من المادة السوبر والجزء ده بيتحول من سوبر ويصبح يعني المادة دية مفروض دي كلها كانت سوبر ولكن بسبب المجال المغناطيسي الخارجي دخل في طبقة رفيعة جدا في الماتيريال بتاعتي فتحولت من لنورمال وبعدين بيبدأ ينشأ المجال الداخلي ولكن فيه لما بيبدأ يخش مش بيحصل له مباشر ولكن بيحصل له زي بشكل وينتهي لغاية قيمة معينة جوه المادة السوبر المسافة اللي بيحصل لها فيها داخل المادة السوبر ده بنطلق عليها مقدار الاختراق طبعا كل ما بتاع ده بيقل كل ما بيبقى بتاعت المادة السوبر دي وتحملها لمجال مغناطيسي بيبقى عالي جدا كل ما بيزيد ده كل ما بتكون القابلية بتاعت المادة دي بتحمل مجالات مغناطيسية بيبقى قليل جدا وطبعا دي ما تبقاش مفضلة لو انا بعمل كنا قلنا ان مولر عمل تصنيف للمواد من حيث وطيب تو وكان سبب التصنيف ده ان هما لقوا ان المواد بتأثير المجال المغناطيسي بتختلف آآ في نوع لما بنقصر عليه مجال مغناطيسي بتتحول على طول من سوبر ستيت لنورمال ستيت والمواد دي اطلقنا عليها اما في مواد لما بنقصر عليها بمجال مغناطيسي بتتحول من سوبر ستيت لميكسد ستيت او بنسميها وبعد كده لما بنزود المجال اكتر واكتر بتتوصل في الاخر. في الحالة دي هنا بتبقى المادة كلها مية في المية سوبر ولما بقصر عليها بمجال اعلى من لدوت بتتتحول من سوبر لنورمل لكن هنا في بتكون المادة طول ما انا اقل من الاولانية دي اللي بنطق عليها بتكون المادة سوفر لو زودت عن المادة ما بتبقاش سوفر بنقول مثلا خمسين في المية سوفر خمسين في المية بس الشرطة تبقى خمسين خمسين بس بيبقى فيه جزء يتحول لنورمال وفيه جزء ستيل سوبر لما بتخطى المادة بتبقى خالص طيب منطقة ديت ايه سبب ظهورها? دي هقولها كمان شوية. ده هنا اللي هو الكلام الخاص بالطيب وان والطيب تو. او منطقة سبب ظهورها ان بيبقى في المواد اللي انا شغال بيها بتبقى مش مواد بتبقى فيها من او تركيبات مختلفة من مواد السوبر وكل منه بيبقى بتاعته وليه بتاعه ففيه الاجزاء الكريتكال ماجنيتك فيلد بتاعها بيبقى صغير بيبدأ المجال لما بيخش بيحولها من سوبر ستيل لنورمال ستيل وبتبقى المناطق ديت اللي هي المناطق الزرقى دي بتبقى نورمال فبتسمح المناطق النورمال دي بمرور المجال فيها من السايد مثلا الشمال هولي السايد اليمين اما المناطق اللي لسه ستيل سوبر وقدرة تتحمل المجال المطبق ديت مش هتسمح بمرور المجال فبالتالي بنقول ان بقى في عندي فورتكس او بقى عندي زي فجوات او ممرات بتسمح بمرور المجال المناطيسي ومناطق اخرى ودي بتبقى نورمال خلاص ومناطق اخرى بتكون فيها الماتيريال لسه سوبر ومش هتسمح لغاية لما المجال بيبقى كافي ان هو يحول المادة دي لكلها ايه سوبر او الطيار اه السطحي او احيان بنقول عليه السيرفز كارنت اه ان لو انا عندي من المادة السوبر اه المفروض ان لما بقى اثر بمجال مغناطيسي وهي المادة ستيل مش سوبر مادة نورمال عادية فالمفروض المجنيتك فيه الخارجية ديت حتستمر في المرور من المادة وحوالين منها ولكن بمجرد بحولها لسوبر وابدأ امرر طيار في المادة بتاعتي الطيار ده مجرد بممرره والمادة ستيل سوبر الطيار ده حيفضل يلف في الشبه ما لا نهاية في الماتيريا ما فيش اي حاجة حتوقفه فبالتالي حينشأ مجنيتك فيد في الماتيريا لو ما فيش اي حاجة حتمنعه هتوقفه طول ما هو ستيل سوبر ومتبرد تحت والمجال ده حيأثر على الخارجي الاكسترنل ان هو حيعمل له زي زي ما هو باين كده ان انا عملت مفيش اي حاجة معادية في الرينج بتاعي وان انا حبست جزء من جوه مني مش كده بس انا لو ووقفت الاكسترنل مجنيتك فيلد بس لاسف محطرش الرسمة دي حيحصل ان المجنيتك فيلد دوت حيبدأ يلف حوالين الرينج دي في يعني معنى اصح ان انا خزنت اه اكسترنل مجنيتك فيلد كان بيعدي من المادة حوالين الرينج ده زي ستورنج وخزنته عن دي بتاعت السوبر كوندكتينج اه كتير جدا طبعا يعني ده جزء منها مش كلها اه اشارهم طبعا واولهم اول حاجة ظهرت اللي هو المجليف ترين او اللي هو اختصار اللي هو اللي بنقول عليه الطائر وده مجنيتوميتر او سنسف مجنيتوميتر هو اختصار لكلمة سوبر كوندكتينج اه اه انترفيز ديفايز اه وطبعا الجهاز الشعير بتاع الام ار اي والان ار اي كل دول التكنيكس اللي مستخدمة في سنسنج ما اي اكسترنل مجنيتك فيلد او حتى مجنيتك فيلد قيمته صغيرة جدا بيقدر يعمل لها سنسنج لان المواد موضوع للضايا مجنيت اسمي بتاعها والسنسج للمجنيتك فيلد بتاعها لما اكتشف العلماء الماتيريال ان هو عالية اللي بدأوا يعملوا اللي هو تعتمد عليها في سنسنج اي اكسترنل مجنيتك فيلد اه يعني خلينا كده نبتدي نبص على اللي انا حاطتها يعني مسلا ده المجليف ترين فكرته بسيطة جدا يعني ده فيديو كده اي اه ديمو كان عاملينه بعض الناس اه بيبين في فكرة المجليف هو بتاعت القطر زي كلها بتبقى مجنيتك والمواد السوبر كونداكتنج بتبقى جوة في النص مبردة يعني ده كده سامبل سوبر كونداكتنج مجبوسة في شكل الفكرة هنا بيحطها في اي كب او بيحطها طبعا هنا بيبين ان هو مجرد ما خلاص المادة السوبر وتحطت جوة المجال المغناطيسي بيحصل لها هنا حيوضح الفكرة بتاعت ديت دي بتاعت المادة السوبر كونداكتنج زيت نفسها من النوع حاجة اسمها باسكو. آآ باسكو ده اختصار للمركب بتاعها هي عبارة عن وده يعتبر من اشهر اللي بتستخدم في العالية زي القطر الطاير وبعض اللي بتبقى محتاجة يعني قليلة لكن الحاجات اللي بتبقى محتاجة ما بنستخدمش الماتيريا دي لاني بقى فيها نسبة آآ شوائب عالية. آآ طبعا المادة السوبر ديت بتتحول لسوبر قرب تقريبا سالب مية ستة وستين سيليزيس او ما يقرب مية وعشرة كيلفن. لما بيبدأ يبردها طبعا زي ما قلنا بيحصل للاكسترنال ماجنيتك فيلد آآ وما بيخترقهاش. دي بتاعت القطر بيبقى حاطتها من آآ ثري بولز نورس وساوس ونورس. المادة السوبر هي هتبقى في النص فالمادة السوبر لما هتعمل آآ اكسترنال ماجنيتك فيلد فهي وكأنها بتفتح لنفسها وحصل لها هي بقى ما بين اللي هي ماشية فيه فاللو هو هنا بص لما بيديها حتى هي عمرها ما هتخرج منها لان هي محصورة او محفوظة في مجال مغناطيسي عمرها ما هتخرج منه. بالعكس مش كده بس ده ممكن كمان ان هو لو القطر اتقلب يعني مش بالمقلوب يعني بمعنى اصح مش هيقل ان هو اه محفوظ او ماشي في الاكسترنال ماجنيتك فيلد يعني في دي هنا هيبين ان هو هي بتروح وتجي مين وشمال في الاكسترنال ماجنيتك فيلد لما هيقلب هتفضل برضو في الاكسترنال ماجنيتك فيلد وعمناها هتوقع طول ما هي المادة ستيل سوبر مجرد ما النيتروجين هيطير وهتحول لنورمال كل الافكت ده حيروح طبعا اه في هنا كان فكرة في الاخر حاطينا انا قال لك لو عملنا الموضوع ده نقدر نعمل ان القطرة ما تبقاش اه ماشي على الارض وبس احنا ممكن نعملها ان هي تبقى على البيوت يعني بعد كده المترو يقف قدام الشباك ومش بحتاج ان انا انزل ادور على نعمل اللاينز بتاعته هنا ده كان اكزامبل قطر اللي هو كان موجود في اليابان وكان معمول اه تيستنج ليه هو كان بيبقى عربية واحدة يعني عشان خاطر بتاعه كان عالي وكان معمول ما بين ولايتين مسافة صغيرة اه القطر هنا تخطط سرعته وصل تقريبا خمسمائة كيلو متر اه في مخدودة من السرعة ومنزر الشباك مفيش اي حاجة لحيني يصوروها تقريبا هو وصل اه ربعمية وسبعين هيوصل لخمسمائة خمسمائة وواحد تقريبا كيلو متر في الساعة يعني تقريبا يعني لو اتوجد عندنا هنا نقدر نسافر نوصل القاهرة في اهل من نص ساعة ده كان بالنسبة للمجليف ترين اه ده هنا فيديو تاني برضو كان بيوضح الفكرة بتاعة المجليف ترين هي نفس الفكرة برضو ممكن ايه ده خلاص اه اه او اللي هو الماجنيتوميتر الصغير ده وده يعتبر كان لما اتعمل كان اكبر صحيحة في التكنولوجي وخصوصا في الاجهزة اللي بتستخدم او بتسنس ماجنيتك فيتز ضعيفة جدا هو اختصار عشان كده بتكتب دايما كابيتاد يا سوبر كوندكتين كوانتم انترفيس ديفايس وهي فكرته مبنية طبعا في الاساس على الجوسبسون واول ما اتعمل الديفايس ده كان هو الاساسي او المستخدم في اجهزة اياس اللي بتخرج من المخ وفي نفس الوقت كمان بتوع الجيوفايزكس استخدموه في اياس اللي بتنشع من الارض لانه هو لقوا بتاعته المجنيتك فيل ده عالية جدا. السوبر كونداكتينج وايرز طبعا ده كان حلم كبير وما زال الناس كتير بتعمل فيه ان هما يبدأوا يعملوا من السوبر كونداكتينج وايرز اه من السوبر كونداكتينج وايرز وخصوصا ان انتم لما شفتم من شوية ان السوبر كونداكتينج الماتيريز بتبقى معظمها مكبوسة في شكل او ممكن في شكل رودز فالفليكسبيلتي بتاعتها مش عالية ان هي تطوع وتتلفق في شكل ملفات او اسلاك فكان فيه طرق كتير عشان يحاول يعملوا منها يعني ده مجموعة من الكورز المختلفة اللي معمولة هي السوبر كونداكتينج ماتيريز هنا معمولة في طبقتين ادي طبقة او دي تانية وحاولين منها شيلز وان بتوين فيه شيلز تانية والكولينج ماتيريال او الكولينج فلويد المستخدم اللي هو مسلا النيتروجين بيمرر هنا في النص عشان يحاول يقرر المواد السوبر ولكن مشكلة كانت اللي بيعملوها ان هي بتبقى صلبة جدا. آآ اخر حاجة في طبعا كلنا سمعنا عن المسرع او المعمولة عشان دراسة الناس بتوع الاستروفيزيكس هو فكرته بسيطة ان هو معمول آآ تلات تراكات البرايماري والسكندري واللارج هادرون كولادر هو بيقول عليه الاتش سي اكسلريتور عشان خاطر يستخدموه في دراسة آآ آآ تكوين الماتيريالز التراكات اللي معمولة هنا دي كلها تراكات معمولة بمواد سوبر كونداكتينج ماتيريالز لان هو بيستخدم آآ شحنات آآ او فبيأثر عليها بمجال مغناطيسي فعملوا كبيرة جدا في التراكات ديت عشان يقدر مجال مغناطيسي كبير يأثر على حركة دي طبعا هنا ده زي ديمو ده بروتون طبعا هو بتاع الناس اللي هما في المنضوع ده ان هو عايز يوصد لابسط تكوين للمادة فهم عندهم دلالات وقاعة بتقول ان البروتونات مش اصغر حاجة في تكوير المادة في اصغر منها فهم بيحاولوا ان هما يسرعوها وده بتاعت اللي بيمشي فيها البروتونات بحاولوا يسرعوها باسرع سرعة ممكنة ويحاولوا يعملوا تصادم منهم بعض عشان يحصلوهم زي انفجار فيكسروا لابسط ماتيريال ممكنة وينتج عن التكسير ده تراكات تراكات اللي بتظهر عندهم ديت بتبقى لوجود جسيمات يبدأوا على اساس هيحدده نوع الجسم وشحنته وكل الانفو اللي تخصوه ده من اه او التيوب اللي احنا شفناه من شوية اللي كان بيمشي فيها البروتونات الفكرة بتاعتها انه هما عملوا حاجة اسمها عملية سحب للمواد عشان يعمل اللي هو يعني ديت المواد السوبر حطها جوة مجبس وبدأ يعمل عملية سحب لها عشان خاطر يرفحها الجزء اللي ترفع بيتسحب تاني ويترفع وهكذا لغاية لما يرفعه الابسط حاجة ممكنة ويحصل على اه ارفع اه شعر ممكن من المواد السوبر كونداكتينج فيحصل على وكأنه اه اه شعر رفيع جدا لسلك من المواد السوبر فده هنا شكل اه اه الشعر بتاع السوبر كونداكتينج وهو رفيع جدا وعشان خاطر تتخيله الحجم بتاعه هيحط جنب منه زي عود كابريت عشان يوريك مدى السحب اللي عملوه عشان خاطر يرفعوه وبعد كده اه بدأوا يعملوا عملية اللي بنطلق عليها اللي هو الجدل ان هو يبدو يلفوه مع بعض تمام طبعا البروزيس ديت مكلفة جدا لان هما مميشتغلوش بالعناصر العادية اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي وهكذا وبشتغلوه على اه ابسط عنصر اللي هو بيتبرد بالهيليم اللي هو لان ده مستو ان هو بتاعته عالية جدا فما فيهوش شوائف بيبقى دي فكرة تانية عملوا بيها ما نطلق عليها ده كان فكرة حاولوا بيها ان هم يزودوا بتاعت السوبر كونداكتينج ويرز بيستخدموا في حاجة اسمها الليزر اه ان هو بيحط المواد السوبر اه في فورد وحنشوف كبان شوية حيصلت عليها الليزر بانرجي عالية عشان يفتتها ويحولها البودر وتبدأ هي تترصب على من السيلفر شرايح من السيلفر يعني بيبخرها بالليزر وتنزل هي تترصب على شرايح السيلفر وبعد كده بيعمل زي بليزر بيم تاني عشان لو في اي طبقات او زيادة بيبسحة ويشيل طبقات الزيادة ده هنا يعني شكل ماشية من هنا والليزر بيم بيدرب من اليمين على السامبل ادي بتبقى السامبل هنا اهيه والليزر بيم بيدرب عليها بيبدأ يبخرها لغاية لما بتعتهي السامبل وبعد كده الديسك بيروتيت ويروح على سامبل تانية ويبخرها وده اللي هو بيبقى السيلفر اللي بيترصب عليه لغاية لما يحصل على الستريف الاخر اه متغطة من بالسوبر كونداكتنج ماتيريال فبالتالي هو بيعتبر بقى عنده طبقتي من سوبر كونداكتنج ماتيريال وبقى عنده شبه سوبر كونداكتنج جواية عن السوبر كونداكتنج العادية يعني انا بص هو هيقدر يعمل ويلفه وممكن يقدر يعمل بيه سهل جدا عكس الماتيريال العادية لما بنشتغل بيها من غير ما بنعمل ده بيبقى بتاعها عالي فما بنقدرش نطوحها في اشكال بسهولة يعني هيجيب حتى دلوقتي رد الماتيريال العادية الماتيريال دي احنا بنقدر نعملها عندنا في المعمة بتبقى بتاعتها بتبقى متسهلة فبنقول عليها بتاعها عالي فمندرش سهولة ان احنا نطوحها في اي شكل احنا عايزين فبما ان خلاص بقى عندي اقدر اعمل وقدر الفه والمادة اللي شغال بيها لو هي من يبقى بكل سهولة اقدر اجيب كونتينر حط فيه نيتروجين اغطسه فيها بقى عندي في تقدر تعمل لي اه او تخزين لي طاقة توصل لي كهرباء خزن بيها اه اه فيلد انا بقى محتاج اعمل بها ايه شكرا لو كنت طولت عليكم لو في اي اسئلة انا تحت امركم السلام عليكم عليكم السلام عليكم انا بستاذ ان دكتور احمد انا علي ازئل اتفضل اه انا بشكرك على محاضر الدمية دي اه هل السوبر كوندكتور اه ممكن ممكن لقين احنا بنصنعه في يوم الايام في درجة حالة غرفة او لا صعب لا بتعليش تاني ايه هل ممكن نصنع السوبر كوندكتور في درجة حالة غرفة او لا صعب لا هو حاليا كل الدراسات متجهة في تحسين الكريتكال كراند نيستي بتاعت المواد السوبر لان ان تي سي اه يعني اقصى حاجة توصل لها كان في بحث في اليابان في 2011 انه هما قربوا من اه من متين كيلفن مفيش اي حاجة وسط تلتميت كيلفن ولكن اللي متين كيلفن ده كان غاز اتش تو اس اتعرض لضغط عالي وتحول لسولد وتحت ضغط عالي بيقدر بتاعته بتقرب من متين كيلفن ولكن استيل ما وصلتش فالجزئية بتاعت ديت معظم العلماء يعني ما بقوش يتجهوا لها لان هو يتعمل فيها ابحاث كتير ومفيش اي حاجة قدرت اه تحسن درجة الحرارة وللاسف شغل السوبر في التحسين حالك بتبقاش متوقع الترند ايه اللي بيحصل في التي سي يعني حالك بتقدر تتوقع الترند والتحسين في الجي سي والبي سي وكل البرامتر الثانية عادة التي سي الموضوع بيبقى بتجرب بتشوف قد تتحسن تي سي وقد ما تتحسنش فهو الوضع الحالي ان معظم المواد اللي بنشتغل عليها اللي بنطلق عليها اللي هي بتتحول في درجة حرارة النيتروجين المسائل وده بالنسبة انها بقى الحصول عليه سهل جدا يعني دلوقتي اه في مصانع كتيرين بتنتج النيتروجين المسائل وبنقدر نخزنه وبقدر اغطس فيه يعني احنا عندنا في المعمل بنصنع المواد السوبر في مباكتور ولما بنحب ندرس بعض الخصائص بتاعتها في عندنا كولينج سيستم بنستخدمها في التبريد ولكن هي بتنزل لغاية بس عشرة كيلوين ما بتنزلش اقادة من كده لما بدرس برضو خصائص تانية للجي سي بجيب نيتروجين المسائل وبغطس في الماتيريال وبدرس عليها كل خصائص. بس لو عزنا بترجع للي هي الاسلاك اللي انت كنت بتوردينها زي بيصنعوها دي. شريعة الاسلاك. الا استريبس. اه اللي هي استريبس اه. اتملها الا استربيد دي ده ده كان نوع من من الضبيق ان هم عايزين يعملوا بيه. انا مش شايف الشاشة اه حراك عايزة على الشاشة. اه الستريبس دي دي دكتور. اللي هي الاسلاك اللي هي الشعيرات دي انت. الشعيرات دي كانت مستخدمة مش لعمل الشعيرات اللي هي حصة حريقة الشعيرات دي. اه هي دي هل دي ده سوبر كوندكتور صح? اه ده سوبر كوندكتور بس ما هو في الحالة دلوقتي ديت مش سوبر كوندكتور هو نورمل نورمل كوندكتور لسه هو ده بيستخدم عشان يعمل اللي هو ما نطلق عليه اللي هو التراك او بتاع اللي هو ده اللي هو التيوبس ديت التيوبس دي كلها معمولة من اللي هو عنصر ودوت سوبر كونداكتينج مش كونباوند. ودوت بيتحول لسوبر لما بيتبرد بالهيليام الموسال والمجنيتك فيلد اللي ناتج منه عالي جدا عشان كده في في بيستخدموه عشان يقدروا يصرعوا بيه ويتحكموا في حركة البيوتونات في الاكسلريتور بتاعه. فالسوات مسلا لو احنا يعني بنحلم ان نكون عندنا كوانتا كومبوتر بالسوبر كونداكتور هل هيبقى ده من تناول ايدينا في يعني كدسك توب كوانتا كومبوتر ولا صعب باستخدام مش هيبقى زي ديسك توب ولو وصلنا لو وصلنا لله هنوصل ان هو هيكون في ديسك توب. قلت يعني شيف هم مستقيلة يعني. الاي قلته? قلت صعبة جدا ان احنا نوصل لرومتين بيتش. اه فهو حيبقى البديل ان هو يبقى يبقى في مكان معين وهو المعمول له كولينج وكل اليوزرز عليه تبقى ترمينا اليوزرز. شكرا 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 لدي. العفو العفو. اه كريم كريم تجاهز الوقت. انا باشكر دكتور محمد سعيد على المحضرة معلش انا كنت يعني بعدت جئية واحدة بس عن الكمبيوتر فانا يعني باشكرك على المحضرة شكرا جزيلا موضوع ده لنا عادة في مع بعض ان شاء الله